السلام عليكم أعزائي المتابعين يهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة معكم أخوكم هاشم العلوي وفي هذه الحلقة راح نلقي نظرة على برنامج جديد من شركة تقريبا جديدة هي اسم البرنامج هو ريبكس هاي البرنامج إذا أنت كتديجي أو حاب تسويري مكسات حاب أنك أنت تفصل عناصر الأغنية هاي البرنامج جدا راح يساعدك وإذا ما راح عليك من قبل برنامج آيزوتوب اللي هو يخليك أيضا تفصل البرامج راح أخلي أيضا فيديو في وصفها الحلقة وفيديو فوقي هنا تقدرون تشوفونا في حلقة سابقة احنا اطرقنا إلى برنامج آيزوتوب وشفنا شلون البرنامج يشتغل وشينو الميزات اللي أقدمها بس اليوم راح نشوف برنامج في الكونسبت أو في الفكرة هو مشابه ولكن طريقة عرضها جدا مختلفة وجدا دقيقة أيضا بس قبل ما نبتدي الحلقة إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة لا تستطيع تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع أكبر مجموعة ممكنة من أصدقائك المهتمين في هاي المجال حول العالم وإذا كنت حاب تتعمق في الهندسة الصوتية راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصفها الفيديو وأيضا في أول تعليق أوكي شباب البرنامج هو اسمه RipX Deep Audio وأول ما تفتح البرنامج ما راح يكون فيه ولا شي موجود بتكون الشاشة بهاي الطريقة أقدرني أنا أسوي drag و drop حق فايل إذا عندي موجود مثلا على الديسكتوب أو من فولدر أسوي دراج و drop ويهني أو إني أفتح الغنية اللي حاب أشتغل عليها من خلال الضغط على هاي الآيكون الموجودة هنا قدامكم واختار التراك اللي أنا أبي فراح أضغط أحين على الزر هنا واختار الغنية اللي أنا حاب أني أشتغل عليها أول شي راح البرنامج يسألني هو طريقة الرب أو طريقة أني أنا أسوي extract حق العناصر المختلفة في هاي الأغنية في كذا طريقة إذا كان مثلا الملف في آلة واحدة بس ممكن أنا أختار هاي التايب اللي هو single instrument أو إذا عندي أغنية كاملة حاب أني أخذ العناصر المختلفة منها أختار multiple instruments and sounds الخطوة الثانية راح يسألني البرنامج شنو اللي أنا أبي أسوي الأكستراك شنو العناصر اللي أنا أبي أفصلها من هاي الأغنية automatic اللي راح يعطيني هاي الأربع عناصر اللي هي voice والbass والdrums and percussion والother sounds and instruments إذا كنت حاب على طول بس أخذ هاي العناصر وسايفها عندي كل واحد فايل بروحة بساوي tick على save stems only مكتوب for dough or DJ هاي automatically راح يساوي extract يفصل العناصر الموجودة في الاغنية اللي هي voice والbass والother instruments والdrums واتماتيك لي على طول بسايف ليها كل واحد فايل بروحة بس عشان نحن نشوف البرنامج ونتعرف أكثر على خواصة اليوم ما راح أختار هاي الأوبشن فمثل ما احنا اخترنا هني أقول لها rip واتماتيك لي قولك هني على حسب طبعا سرعة الجهاز اللي عندك وعلى حسب حجم الملف الوقت تقريبا الوقت اللي راح ياخدها على أساس انه هو يخلص من هاي العملية فانا حين اخترت كل الأوبشنات اللي أبيها وقول لها rip automatic اللي احين قاعد هو يسوي extract وهي طبعا راح ياخد لها تقريبا خمس دقائق على حسب المعلومات الموجودة قدامي هني فخلونا حين نسرع الوقت شوية ونشوف شنو راح يصير عقب ماي يخلص من هاي العملية وحين نشوف يا شباب هاي الصورة اللي قدامنا أنا طبعا أول ما شفت هاي تخرعت قلت شو السالفة شنو هاي الخطوط وشنو هاي الألوان وشنو يعني كل واحد فيهم بس خلوني أطمنكم ان الموضوع ويد أسهل من ما تتوقعون كل خط من هاي الخطوط لا علاقة بجزء من الغنية يعني الخط الأصفر مثل اللون اللي موجود في هاي الزاوية اللي هني على اليمين الخط الأصفر هو الفويس الخط الأزرق هو البيس والنقاط اللي موجودة هني تحت ممكن صعبة تشوفونها هي البركوشنز والدرومز هما عارتا يكونون في الصفة اللي تحت هني لأن طبعا اللي موجودين هني لهم علاقة بالنوت الموسيقية فحطينهم صوب الكيبورد هني اللي تحت الإقاعات والبركوشنز ما لهم نواة موسيقية فبيكونون في الجزء السفلي هني تحت لو نسمع حين مثلا الغنية فاوتوماتيكلي أحين البرنامج فصلي كل هذه العناصر عن بعضها البعض يعني ممكن أنا ش أسوي صولو حق الفوكالز بس أو ممكن أنا أسوي موت حق البيس مثلا فكل جزء أنا أقدر أتحكم فيه بطريقة مختلفة ما الفرق ما بينه وبين أي برنامج ثاني الفرق يا جماعة هو أني أنا حين أقدر أتحكم في هذه العناصر كل واحد بروحها يعني شنو ممكن أنا أغير التون أو البيتش حق الصوت شوفوا مثلا شوفوا مثلا لما أضغط أنا على الجزء راح يشغل لي عسسس أنه يسوي ريبلاي عسسس أنه أنا أقدر أسمع شنو التغيير اللي صار فأنا ممكن أرفع الصوت الغناء نفسه نوتا نوتتين ثلاث فوق تحت أقصر النوتا أطولها كل هذه الأشياء أقدرنا أنا أتحكم فيها تسمع شنو البرنامج ما راح بس يعطيني هذه الخاصية أن أنا أقدر أتحكم في كل نوتا بروحها أقدرني أنا أغير حتى الـ scale mall الأغنية كلها يعني حين أوتوماتيك لي لو تلاحظون هنا في الزاوية اللي على يمين فوق البرنامج اكتشف أن سرعة الغنية 125 بي بي أم أوكي فأنا ممكن أنا شأسوي أحين ممكن أنا أتحكم أو أقول له مثلا detect يسوي detect حق scale mall الغنية أوتوماتيك لي عطاني هنا أن الغنية في C major فأنا ممكن شأسوي هو حين مختارها C major ممكن أنا أغيرها أسويها مثلا D major سوري بس لازم أن أختار أول شي auto pitch to scale أحين صار هو قاعد يغير على حسب scale اللي أنا أختاره فنختار مثلا D major there is only one of you only one of me there's a million of those who won't let us be but they're not gonna not gonna see me bleed cause baby I got you you تسوي الأغنية D major بدل ما هي كانت C major خرجها مثل ما كانت الحلو في برنامج شنو يا جماعة أنه حين أنا أقدر أخذ كل واحد من هذه العناصر وسوي لـ export بروحة يعني ممكن أنا أخذ مثلا الـ drums درمز طبعا الـ drums يمكن أن تكون موجودة هنا اخلي كيك دروم اياهم بعد اوكي واقدر اسويله بكل بساطة اكسبورت حقها لدرومز بروحها ولاحظوا هنا شنو ان يعطيني كذا فورمات حق الاكسبورت نزل يدري خليلي اياهم ميدي يدري خليلي اياهم ويف ستمز ام بي تري كل هاي الفورمات اللي موجودة هنا انا قدر اسويها اكسبورت حق لدرومز بس يعني اذا سوى لدرومز اكسبورت كميدي ممكن انا استخدمهم في برنامج عندي او بلغن استخدمي قاعد ثانية فبس الميدي اللي هي الاشارات اللي فيها البرفورمانس السرعة النوت المطلوبة اخذ هاي المعلومات واحطها في بلغن ثاني واستخدم الالات الموجودة في هاي البلغن خلونا نرجع مرة ثانية وراويكم شنو الفيترز القوية الثانية الموجودة في البرنامج طبعا يا جماعة اذا حابين تدعمون هذه القناة وحابين تشوفون فيديوهات اكثر رابط هاي البرنامج راح يكون في وصف هاي الفيديو تقديرون تشترونا مباشرة من خلال الرابط والحلو في البرنامج انه مو بشتراك شهري فتشتري مرة واحدة وخلاص وسعره ايضا جدا جدا مناسب حق المواصفات والخواص اللي يقدمها خلونا حين نرجع حق موضوع الابشن الثاني اللي موجودة فيه شوفوا هني عندي فوق هاي كلهم الابشن الموجودة حق الادتينج حق الوايف نفسها يعني ممكن انا اسوي درو ممكن انا ارسم نوتة معينة وطبعا النوتة اللي بيعزف لي اياها هي النوتة اللي موجودة الاردي في الاصوات اللي موجودة هني شوفوا هني مثلا عندي صوت بيانو اقدر اختار كذا صوت من الاصوات اللي موجودة في هاي البرنامج سوى اندو الاسبلايس تول اللي موجودة هني او الاسبليت تول تقدر تخليني ان انا اقص نوتة معينة الى اكثر من جزء يعني لو نسمع هذي مثلا خلونا نسوي بس نشيل الارات ثانية ونسمع بس الفوكلز فاقدرني انا اقص النوتة هذي في النص تقريبا واغير جزء منها فوق او تحت او اغير البيتش اللي انا ابي عندي ايضا ممكنني انا اساوي جوين حق النوت اني انا اخذ نوتة اللي حين قصيتها وارجعها مثل ما كانت هاي طبعا الاوبشن موجود عندي ايضا اوبشن اني انا اساوي ريبليس حق الصوت فممكن انا اخذ صوت موجود اللي هو مثلا صوت الفوكلز وابدل بصوت بيانو مثلا شوفوا مثلا هاي الصوت لاحظت وانه هو صوت البيانو بس قاعد يقول النوتة مثل ما كان الفوكلز يقولها فممكن انا اخذ جزء من هاي النوتة واسوي لكلون على آلة ثانية مثلا من الآلات اللي موجودين هنا الاوبشن اللي بعده هو الدرو بيتش هاي يسوي فاين تيون حق النوتة نفسها مثلا هنا طبعا لو تلاحظون الخط مبصر سيدة لان المغنية ما قاعد طبعا تغني في خط واحد في شوية فوقه تحت ممكن انا اسوي فاين تيون حقهم لان انا اسويهم خطوط مثلا تكون سيدة اذا كانت النوت للمغني ما قاعد يغنيها في النوتة بصح ممكن انا اصحح النوتة من خلال هاي الاوبشن شوفوا مثلا يرى يسويها فوق وتحت شوفوا مثلا برسويها فوق وتحت شوفوا مثلا هنا الاوبشن اللي بعده هو اللي هو يسمونا ابيلاي باترن ابيلاي باترن ممكن انا اختار من عندي هني ان النوتة تكون مثلا البيتش مالتها شوية فوق او شوية تحت ولان ارسم النوتة راح يطبق الاشياء اللي انا خليتها هني على النوتة نفسها شوف شلون يغير شكلها بهاي الطريقة ممكن نستخدمها مثلا حق افكتات معينة والاوبشن الاخير هو يسمونا سموذ نوتس هاي تقريبا مشابه حق الاوبشن اللي قبل اللي هو ما الفاين تيونينج بس يعدلي النوت طريقة ادق شوية فلو نلاحظ مثلا اوكي هاي الخط اللي هني ما صار سيدة ممكن نحن شنسوي نسوي بهالطريقة راح يضبط التيونينج مالا ويسوي مثل ما يسمونهم فاين تيونينج صار تقريبا مثل اوتو تيون يعني ممكن انا ارسم الخطوط فصوت المغني بيكون صوت مشابه حق الصوت اللي حصل من وراء اوتو تيون غير الادوات اللي موجودة هني عندي ايضا كذا اوبشن موجود فوق يقدر يخليني اضيف او اسوي ادت طريقة اكثر او اني اسوي ابلاي حق افكتات معينة على الصوت يعني لو نقول مثلا تحت هاي المنيو عندنا مثلا بنضيف ريفرب اوتوماتيك اعطي ازايد الريفرب من هنا فاوتوماتيك لقم زايد لريفرب ممكن ايضا انا اضيف ديلي من خلال هاي الابشن لهني ويعطيني طبعا اللهوة الزمن مع الدلي نوس 13 over 16 1 over 4 او اني اسوي ريفرس ممكن انا اقلب المقطوعة نفسها او اقلب صوت المغني نفسها بالعكس عندي ايضا كذا اوبشن هاي الان كل الابشن هاي افكتات اقدر اضيفها in real time يسموني يعني real time يعني اغيرها هني على طول تطبق على الصوت اللي موجود عندي اسمع الفيبراتو مثلا شلون مو حلو طبعا بس نرجع الى افكتات الى الصفر هاي من ناحية الافكتات اللي ممكن انا اضيفها in real time هاي المنيو الثاني اللي موجود هني هي لها علاقة في شنو في لو تلاحظون في نفسها فيه اصوات ثانية ايضا موجودة المنيو اللي موجودة هني يعني مثلا اذا اضفت او زيت من هاي الصوت راح يخفف من الاسوات الثانية اللي قاعدين نسمع هنتوا لو تلاحظون هني في ايضا علامات ثانية موجودة هاي الاسوات اللي موجودة مع الفوكال ممكن هي تكون ريفربز باكين فوكال دابلز هارمونيز كلهم هاد الاسوات ممكن يكونوا موجودين ويا المين فوكال اوضح واحد فيهم هو المين فوكال نفسه والباقي ممكن انهم يكونون افكتات فمن خلال المنيو اللي موجودة هني اقدر ان اتحكم في نظافة هاي الفايلات او نظافة هاي الفوكال نفسه فممكن انا ازايد من الصوت الرئيسي اللي هو اغمق الصوت موجود هني ممكن انا اقلل من الرئيسي والاوبشن مع البيوريفاي هو ايضا يعني يسوي تنظيف حق صوت الموجود هني واذا في مثلا ارتفاعات او نزول مثلا مفاجئ في الصوت يتحكم فيهم ويخليهم يعني على مستوى معين طبعا ما في وقت ان احنا نروح كل الابشنات الموجودة اذا حابين تعرفون اكثر عن هاي البرنامج واستخدامات اكثر حق هاي البرنامج احب اسمع تعليقاتكم في وصف الفيديو اخر جزئية هني هي التولز والسكريبت اللي موجودة فالاوبشنات اللي موجودة هني يا جماعة هي كلها عبارة عن سكريبتات مختلفة ايضا تساعدني في تعديل الصوت واضافة بعض الاشياء عليه اشياء مختلفة بس اهم واحد فيهم انا بطريقة جدا كبيرة عساس ان انا ادخل في دقة تفاصيل اللي موجودة في الصوت وقدر اغير فيها واتحكم فيها الطريقة اللي انا احب استخدمها فيه هي ان انا اختار جزء معين من الفوكالز مثلا او الارات الثانية الموجودة وبيفتح لي الاسبكترم بهاي الطريقة هاي كل المربعات اللي قاعد تشوفونها هي الهارمونيكس المختلفة اللي موجودة في الصوت فانا ممكن اشي ساوي ممكن طبعا اذا عندي وقت واذا حاب مثلا اساوي ريماكس حق غنية واخذ الصوت من غنية ثانية صوت المغنية او صوت الغناء لازم اقعد انظف في الصوت ويكون عندي طبعا وقت ان انا اقعد وانظف في الصوت واشيل كل الهارمونيكس اللي موجودة هنا اللي مالها اي داعي في الصوت يعني نشوفوا حين انا بمشي مع الصوت لو تلاحظون برا هنا في اصوات ثانية موجودة وانا بحاول من خلال هاي الهارمونيك ان انا اشيل الاصوات الثانية اللي مالها علاقة في المين فوكال كل الاصوات الثانية اللي قاعد تمشي حوالين الفوكال نفسه شوفوا شلون ها بيكون يعني كأنها محاية صرب هالطريقة فانا قاعد ننظف الاشياء الهارمونيك الثانية المختلفة هاي الطريقة راح تعطيني طبعا صوت انظف لانا عارتا لما نستخدم هاي البرامج ما يقدرون طبعا يفصلون الصوت بمئة في المئة لازم يكون في اصوات ثانية داخلة على بعض ففكرة هاي البلغ داخلة علي من الآلات المختلفة الثانية وقدر نضفها بهاي الطريقة شوف شلون لاحظت بشلون يعني هاي بيشيل اللي هو تقريبا التوب اند اللي موجودة في الاغنية في نفس الوقت راح يأثر طبعا يمكن شوية سلبيا على الصوت نفسه فدائما انا اقول حاسب وانت تستخدم هاي التول يمكن تشيل يعني نفسه شفت شلون تقريبا يعني الصوت صار انظف بس صار الهاي اند او الهو الفريكنسيز العالية انشارت من الصوت نفسه فممكن يأثر سلبيا على الفكرة اللي انا حاب بني اسوية في بالي طبعا هني عندي ايضا نوع المكسر حق الاغنية نفسها لو تلاحظون السهم اللي موجود هني اضغط عليه يعطيني اوبشن اكثر من اللي موجود هنا برا عندي ستيريو واللو والمد والهاي هاي يعتبر طبعا الستيريو هو اقدر نخلي الصوت يمين ويسار الثلاث اللي موجود هنا هم عبارة عن نوع من الاكولايزر فأنا ممكن اتحكم في اله والمد واله 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 اشتركوا في القناة بما اتحكم في صوت من مما يمين او يسار اضافة الى ال ال البسيط الموجود هنا بعد ما اخلص انا من ال اي ام صوت بعد ما شير الأشياء الأصوات المو مرغوب فيها يعني شوف مثلا خلونا ناخد مثلا هالجزئية من قول مثلا خلونا نبداي شوي لاحظوا مثلا في أصوات ثانية خفيفة شدي خطوط موجودة هاي كلها أنا ما ببيها كلها هذي طبعا اللي هي الارتفاكتس اللي موجودة من عقب ما هو سوى اكستراك فأنا بكل وساطة ممكن أن أختارهم وسوى ديليت أحب أن أساويها الطريقة الأول قبل ما أفتح له الهارمونيك إلتر ودخل ديب داخل وأشوف الصوت شون صاير خلونا مثلا نشوف عشان المقارنة نسمع هالجزئية شون خلونا هاي حلونا نحطينا على افكت ناخد الجزء الثاني خلونا نشوف مثلا لو شلنا الأصوات الثانية اللي موجودة هنا شفت شلون صار الصوت أنضف شوية طبعا أنت تقدر تقعد وتنظف في الأصوات وعقما تخلص تسويها اكستراك وتدخلها في برنامج البروتوز أو اللوجيك أو أي برنامج أنت قاعد تستخدمها ومن خلال هذاك البرنامج من خلال الدو تقدر أنك تتحكم في أشياء أكثر وتستخدمها مع أي خاعات أخرى مع أصوات ثانية وتسوي ريماكسات بالطريقة اللي أنت حبها هذا بشكل مختصر يا جماعة الخير نظرة سريعة على برنامج ريبكس من شركة هيتن ميكس مرة ثانية إذا حبّين تدعمون هاي القناة رابط هذا البرنامج رح أخليه في وصفها الفيديو ومثل ما قلت لكم بسعر البرنامج جدا مناسب والحلو أنك أنت رح تشتري مرة واحدة بس أتمنى يا جماعة الخير عجبتكم حلقة اليوم إذا عنكم أي استفسارات تكتبوا ليها تحت في التعليقات إذا حبّين تشتركون في دورة الهندسة الصوتية المجانية رابط الدورة رح يكون أيضا موجود في وصفها الفيديو وأيضا في أول تعليق أتمنى لكم دواما الصحة والسعادة وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة